نظمت جامعة طنطة خمسة قوافل تنموية طبية شاملة ضمت عددا من مراكز محافظة الغربية شهدت قوافل توقيع الكشفة الطبية على 6268 مواطنا من خلال 17 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان كما تم تحويل 3068 حالة إلى مستشفيات طنطة جامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما تضمنت قوافل تقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 11623 من رؤوس الماشية والطيور وإجراء اختبارات محول أمية لنحو 189 مواطنا إلى جانب محاضرات توعوية لأهالي القرية بهدف توعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثادية